أكدت وزارة البترول تزايد معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقصية تكلفة التحويل لمدة عامين بدلا من عام واحد فضلا عن التطور الكبير في إجمالية مبيعات غاز السيارات جاء ذلك خلال اجتماع لوزير البترول طارق الملة مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود واستعراض خطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة